ما هي الجينات؟ الجينات هي أساس الأحياء أساس علم الأحياء الحديث غيرت الجينات علم الأحياء وعلم الوراثة بل الطب والصيدلة رأسا على عقب فما هي هذه الجينات؟ تابعوا السلام عليكم تمثل الجينات في علم الأحياء الحديث ما يمثله أو تمثله الذرة في الفيزياء والكيميا في القرن العشرين والقرن الواحد العشرين بمعنى أنها هي اللبنة الأساسية بل هي المفهوم الذي غير هذا العلم رقصا على عقب ما هي هذه الجينات التي غيرت علم الأحياء رقصا على عقب وتمثل هي اللبنة الأساسية في هذا العلم هي قطع من الحمض النووي الموجود في كل خلية من خلايا الأحياء بشر، حيوانات، نباتات كل خلية فيها نوات في هذه الخلية في النوات هناك سلسلة من الجزيئات الطويلة تسمى الحمض النووي هذا الحمض النووي فيه تركيبات من الجزيئات بأشكال مختلفة كلها تقوم على أربعة أحرف، أربعة جزيئات أساسية A, C, T, G وكل تغييرات هكذا، كل مجموعة منها تمثل، خلينا نقول مثلا جملة أو كلمة هذه الجملة أو الكلمة تمثل معلومة مهمة جدا بالنسبة للجسم خلينا نقول الجسم البشري في جسمنا حوالي عشرين ألف جين قطعة من هذه القطعة بل هناك آلاف أخرى لا نعرف وظيفتها لا نعرف ما الذي تفعله ولكن عشرين ألف منها تسمى جينات برمجية هذه التي تقوم أو تمثل برنامج معلومات خلينا نقول مثلا وصفة طبية أو وصفة يعني حتى مطبخية لكيفية عمل شيء ما ما الذي يمكن أن تعمله أو تدل عليه هذه الجينات أساسا هي تمثل كيف نقوم ببناء كيف تقوم الخلايا كيف يقوم الجسم ببناء بروتينات كل بروتين له عملية مهمة في الجسم أنه مثلا يمثل كيف سنقاوم وردا ما كيف سنهضم غذاء ما كيف سنعطي قوة مثلا لعضلات إلى آخرين بروتينات فهذه الجينات هي الوصفة أو هي القطعة المعلوماتية التي ستقول للجسم افعل كذا من أجل إنتاج هذه البروتينات وهذه البروتينات هذا من جهة وهذا الذي يجعل الجينات هي أساس كما قلت علم الأحياء الحديث من جهة أخرى الجينات هذه تمثل المعلومات التوريثية بمعنى أنه عندما يكون لكائن حي معين بشر أو حيوان أو غير ذرية موليد مثلا فهذه الذرية هذه ستكون لها هذه القطع التي ستنتقل من الكائن الأساسي إلى الكائن المولود يعني في العادة يسمى البنت أو الولد هكذا وستنتقل هذه الصفات ستنتقل هذه الجينات وستعطي هذه الصفات لذلك الجينات هي في الأساس أو في أخر المطاف شيئين رئيسية واحد ما يقوم به الجسم هذه الوصفات هذه المعلومات ما نسميه التعبير الجيني والجزء الثاني هو التوريث أو الوراثة ولذلك علم الجينات داما لفترة طويلة يعبر عنه أنه علم الوراثة علم الوراثة لكن هو ليس فقط علم الوراثة كما أشرت أن جزء كبير جدا ومهم رئيسي جدا في الجينات هو كيف يعمل الجسم أصلا الآن الجينات هذه ليست دائما كل واحدة لها وظيفة محددة أو لها ارتباط بسمى أو صفة في الجسم في العادة تأتي في مجموعات ما نسميه الأنماط الجينية جينو تايبس هذه الأنماط يعني تشكيلة من الجينات تعطي سمى معينة أنه مثلا أنا وجهي كيف شكله أو يعني قدرتي مثلا على مقاومة مرض معين أو لدي مناعة أقوى في هذا المجال أو كذا وكذا بعض السمات ظاهرة مثلا لون بشرة أو لون أعيني لون شعري هذه سمى ظاهرة واضحة وبعض السمات غير واضحة ولكن فعلا تتحكم فيها أيضا هذه المجموعات من الجينات من هذه السمات التي هي لا تظهر كما قلت القدرة على المقاومة على الجسم عين أو أنني مثلا أنا معرض أكثر من غيري لمثلا مرض عفان الله جميعا مرض قلب مرض سرطان مرض كذا لذلك نجد أن مثلا في بعض العائلات هناك مرض منتشر وينتقل من شخص إلى آخر لأنهم كلهم يحملون هذه الجينات التي تمثل هذه التشكيلة التي تمثل هذه السمى أو هذه القدرة أو غير ذلك الجينات هذه كثيرا ما تنسب إلى غريغور ماندل غريغور ماندل هذا هو يسمى أحيانا أبو الوراثة أو أبو علم الوراثة لأنه هو الذي بدأ بالتعرف على قوانين الوراثة كذا يقال وإن كان هو غريغور ماندل في أواصل القرن التاسع عشر في البداية لم يكن يعي أو حتى يتطلع إلى إيجاد قوانين الوراثة ما الذي يحدث إذا مثلا رجل وامرأة أو ذكر وأنثى من البشر أو من الحيوانات أو حتى من النباتات إذا تم التلقيح ما الذي يحدث إذا كانت هذه الصفة وهذه الصفة هو أهمه الأساسي كان كيف نقوم بعملية المسج المسج يعني أننا نأخذ جينات من ذكر مثلا واجينات من أنثى وننزج بينهما ونخلط أو نركب الأثنين ما الذي يحدث هي هذه القوانين التي أتى بها هو في البداية ولم يكن كما قلت يدري أو يعي أو يتطلع إلى أن هناك قوانين عامة للوراثة تنفع في كل الأحوان إلى آخرين ناهي كأنه لم يكن يعرف فكرة الجين أصلا هو كان يعرف أن هناك سمات نجدها عند مثلا هذا الذكر هناك سمات نجدها عند هذه الأنثى فإذا ركبنا بينهما ما الذي يحدث إلى آخرين وكان يقوم بذلك على النباتات في الأساس هو عالم نبات وقس وعالم نبات وعالم رياضيات وعالم كبير ودخل التاريخ فعلا ولكن هو كان هدفه ومساهمته كانت محدودة سنة 1909 لأنه فعلا في بداية العشرين بدأ ينفجر يتطور هذا المفهوم وهذه الفكرة وهذا العلم ومصطلح الجين هذا أتى به العالم الدنماركي ويلهالم يوهانسون يوهانسون هذا هو الذي تفطن إلى أن هناك قطع تركيبات موجودة في الخلايا وهي التي تقدم أو تمثل لنا هذه السمات ويتم تركيبها بطريقة التي قال عنها مندل أو بطرق أخرى أعقد إلى آخرين لآخرين وفعلا مع تقدم القرن العشرين بدأنا فعلا نعي أن هناك جزيئات أن هناك شيء اسم الحمض النووي وتركيبة الحمض النووي هذه المزدوجة اللفة كذا وأن هذه القطع المختلفة التي تمثل ما نسميه الكروموزومات هي التي تنتقل من جيل إلى جيل وتعطي هذه السمات ويتم تركيبها أحيانا هذه السمات تكون ما يسمى هي غالبة وهذه السمات تكون ضعيفة فما الذي يحدث إذا ركبنا الاثنين وإذا كانت واحدة غالبة وواحدة غالبة أو واحدة ضعيفة وواحدة ضعيفة إلى آخرين هذه القواعد وهذه القوانين للوراثة لكن بعد ذلك تفطلنا مع تقريبا السبعينيات من القرن العشرين وأواخر القرن العشرين إلى أن هناك جزئية مهمة جدا جدا يمكن أن نقول بقليل من المبالغة أنها غيرت علم الوراثة وعلم الجينات ما معنى كيف وما الذي حدث لحد الآن نحن نقول أن جينات هي التي تعطي السمات هي التي تنتقل من جيل إلى جيل إلى آخرين ولكن الكل كان يعرف أن هناك دور للبيئة بمعنى أن أنا لدي مثلا جينات معينة وهذه الجينات ربما تعطي أثرها ومفعولها كما قلت أنه تعطيني مثلا مناعة أقوى أو تعطيني استعداد أكبر لمرض معين ينتشر عندنا نحن مثلا في سلالتنا في عائلتنا إلى آخرين ولكن إذا أنا قمت ببعض الأشياء في حياتي أنه مثلا أنا صرت أدخل فرضا أو أنا مثلا أقوم برياضة أقل أو أكثر أو عندي نظام غذاء معين أو أعيش في بيئة فيها تلوث كثير فيها مبيدات عشرية فيها مثلا غازات من السيارات فيها فيروسات كثيرة فيها بكتيريا وسخة إلى آخرين فإذا البيئة هذه هل البيئة هذه تؤثر على ما سيقوم به جسمي بالتعاون ربما أو بالتركيب مع الجينات وما دور الجينات والبيئة وعرفنا فعلا أن هناك واضح جدا دور للبيئة وأن المسألة لست منحصرة في الجينات أنت لديك جينات جيدة وأنت لديك جينات ضعيفة وأنت جاءتك هذه الجينات من والديك إلى آخرين إلى آخرين البيئة تلعب دورا أهاما جدا لكن كيف تلعب البيئة هذا الدور الهام جدا اكتشفنا أن البيئة خاصة منها الأشعة والكيميا يعني الغازات أو الجزيئات الجزيئات الضارة خاصة هذه تأتي وتدخل على الحمض النووي وتلتسق أو تضرب القطع الجينية المسؤولة عن مثلا أنا مقاومتي لمرض معين فلحينها ولو أن كان لدي جين أنا من المفروض أن يساعدني على المقاومة لمرض معين إلا أنه الآن هذا انضرب بهذا الجين كيف انضرب؟ انضرب قلنا بإما بأشعة أشعة ما فوق بالنفسجية خاصة والسينية طبعا الأخطر منها هي القامة ولكن فرضا أنه أنا تعرضت لأشعة سينية زيادة أو أنا دائما أكون خارج البيت في الشمس بدون حماية وتأتيني دائما أشعة ما فوق بالنفسجية قوية ولا أحمي نفسي إلى آخرين فإما الأشعة وإما الجزيئات الغازية الكيميائية إذا جاءت والتسقت وهناك عملية كيميائية تسمى methylation methylation هذا هو جزء كربون وثلاثة هيدلوجينات CH3 هذا فهذا من السهولة أن يأتي ويلتسق بإحدى هذه الجزيئات التي قلت تمثل الجينات في الحمض النووي فإذا التسق بطريقة معينة فبهذه الحالة يكسر أو على الأقل يوقف عمل هذا الجين أو بطريقة أخرى ربما كان الجين هذا يعني خلينا نقول في حالة نون أو متوقف عن العمل وجاءه شيء جعله يتحرك أو يعمل أكثر سواء كما قلنا بالتغذية الجيدة أو ربما بالرياضة أو بمفاعيل هرمونية حتى داخل الجسم نفسه أني أنا مثلا عايش يعني عيشة صحية إلى آخري فأثرت بطريقة إيجابية على هذه الجينات الآخري هذا الجانب هذا الجزء من العلم هذا الذي يسمى أبي جينيتيكس أعرف هذا اللفظ وهذه الكلمة أبي جينيتيكس بمعنى أن العلم الجينات جينيتيكس هو علم الجينات الذي يسمى عادة لكن أبي جينيتيكس ما يركب ما يأتي فوق أو مع علم الجينات كثيرا في اللغة العربية يترجم على أنه علم الوراثة اللاجيني لا هو الجيني هو جيني ولكن زيادة مع الجينات يعني تعديلات على الجينات تعبيرات تغييرات توظيفات إضافية البيئة وأثرها على هذه الجينات هنا يجب أن نفهم شيئا مهما جدا أن في هذه الحالة الجينات لا تتغير يعني ليست طفرة أحيانا تحدث طفرات على الجينات أنا أعيش مثلا كما قلت في بيئة معينة ودخلت علي أشعة أو دخلت علي غازات معينة أو مركبات كيميائية وكسرت جين معين خاصة إذا هذا الجين هذا انكسر في نطفتي أنا رجل عندي نطفة أو مثلا زوجته عندها بويضة فإذا تم اللقاح بين الاثنين والجين هذا مكسور فهذه السمة ستتتقل إلى ذرية إلى الجين الموالي معنى أن الجين الموالي ممكن يحصل على أشياء مختلفة عن الجينات التي كانت عندي أنا لأن أنا جينة ضربت هنا تغير الجين ولكن في الأبيجيناتكس في هذه العملية المشاركة البيئية هنا الجين هذا لا يتغير يعني يتم تعديل عمله خلال حياتي ولكن إذا انتقل إلى أولادي ينتقل هذا الجين كما كان سليما كما كان وحينها ندخل على هل هؤلاء الأبناء الذرية سيعيشون في بيئات تساعد هذه الجينات على التعبير جين إكسبرشن كما نقول أو أنها سيتم توقفها أو غير توقفها إلى آخرين لذلك بدأت الآن فعلا تأخذ كل هذه المعطيات بعين الاعتبار وصارت هناك علاجات وأدوية تأخذ هذه الجين إكسبرشن هذا التعبير الجيني كيف مع الجينات نحن نقول المكتوب معها قفزة يعني الجينات ومعها تعديل ومعها تعبير معين ومعها تأثير هكذا فإذا أتينا إلى الجينات التي من المفروض مثلا أنها تعطي قابلية أكبر لشخص ما أنه مثلا سيأتيه عفنا الله جميعا مثلا سرطان القولون أو امرأة سيأتيها سرطان الثدي أو غير ذلك فالأطباء الآن صاروا يقدمون علاجات التي تأتي إلى الجين هذا وتوقفه وتغير أداءه بحيث أنه لا يعطي هذه القابلية للسرطان أو غير ذلك معنى فعلا أننا الآن دخلنا في مرحلة جديدة من علم الجينات جيناتكس صارنا الآن نأخذ بالأبي جيناتكس ناهيك عن الجينوميكس التي كنت شرحتها في حلقة سابقة قلت الجينوميكس الجينوم هو السلسلة الجينية الكاملة لإنسان ما أنا إذا مثلا أتوا إلى خلايا أي خلية من عندي أنا كلها لها نفس الحمض النووي وفتحوا وقرأوا كل السلسلة هذه السلسلة حوالي ثلاثة مليار حرف يعني طويلة جدا ولكن الآن بمقدورنا في بضعة ساعات أن تقرأ كاملة هذا يسمى الجينوم هذا الجينوم يحمل كل مواصفاتي أنا كل ما كيف يعمل جسمي من طريق البروتينات إلى آخره وما هي الصفات أو السمات التي أتسم بها أنا وما الذي سينتقل إلى أولادي إلى آخر إلى آخر هذا يسمى الجينوم فعلم ملتسق به أو مرتبط به ذكرته في حلقة الجينوميكس هو علم الجينوم ما معنى علم الجينوم أنني إذا عرفت أنا لأي شخص مريض كان أو صحيحا وجدت له أنا كل سلسلة الجينية حينها أعرف أنا ما الذي ينفع معه من علاجات أو من تعديلات الآخرين فصار عندنا علم الجينات جنتيكس علم الجينات ما فوق الجينات أبي جنتيكس وصار عندنا جينوميكس علم الجينوم الذي هو فردي لكل شخصنا كذلك ما سميناه بريسيجن ميديسين الطب الدقيق الذي يأخذ كل شخص على عدة خلاصة الكلام أن الجين هذا بدأنا حلقتنا بسؤال ما هي الجينات أو عنوان الحلقة ما هي الجينات الجينات هذه هي اللبنة الأساسية التي تمثل لي كيف يعمل الجسم كاملاً بل كيف تنتقل هذه السمات إلى الذرية إلى الجيل الموالي كما أشرت آنفاً الجينات هذه تقابلها في ذهن الذرة التي هي اللبنة الأساسية للمادة يمكن أن ترتبط بذرات أخرى وتعطيني جزيئات يمكن أن تعطيني قطع صلبة أو غازية أو سائلة حسب الظروف إلى آخر نفس الشيء الجينات وحدها أو سلسلة جينية أو الحمض النووي كاملاً مع التعبير مع البيئة ما الذي سيعمل وما الذي لا سيعمل فعلاً تقدمنا كثيراً ودخلت عندنا علوم وتكنولوجيا شكراً لكم على المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة